اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانها تنفيذ الاسيارة حيث يلتزموا بي نفس عدد ساعات التدريس ونفس عدد الدرجات وبالتالي البرانش زي برانش البلود زي برانش البلود زي كارديولوجي زي كالانفكشن وأخيرا زي كالنيونات كل واحد فيهم علي خمسة شرر درجة من قصة 150 دو الأكبر خمس برانشات عندنا في المنهجة وان كان دي تتبري أصغرهم في عدد الورق بالنسبة للأربع مذكرات التانية إن شاء الله النهاردة هناك.��دنا هنتكلم أول ورقتين مقدمة. فبيجي فيها أسئلة ممكن. إيهى البيكيولاريتز يعني البيكيولاريتز البيشياليتز. اللي تميز الأطفال عن الآدلتز في الإميرجنسي. يعني مثلاً هل نقدر نعتبر الدول؟ يعني مثلا اخذ بتاعت الاميرجنسي. بتاعت الادلتس وحطها في الاطفال الاجابة لها. ليه? عشان اللي انا هقوله الوقت. ايه الحاجات? اه اللي تعتبر الاطفال تختلف عن الكبر. اولا اصول كبه. احنا عدنا اربع اختلافات اساسية في الاميرجنسي. واسن الطب في الويت. الاناتومي. الفيسيولوجي وسايكاتري. يعني ايه? يعني بصوا فيه. لو واحد مثلا طفل جايلي لاستقبال وشكت. هل هتعامل معها زي الادلت? لا. او طفل مثلا جايلي لاستقبال وكمبالجل. او طفله جايلي ريسبايراتوري دسترس. او عنده سترايدور او فورين بودي. كل الحاجات تختلف في الاطفال عن الكبر. ليه? اولا الوزن. وبالطبع طبعما الوزن يختلف ايه اللي يختلف? هتختلف بتاعت الدراجز? ما هيش سابتة زي الادلت. طب انا بعرف وزن الطفل في الاميرجنسي ازاي? ساعات الاب بيكون جاي بيبنوا بسرعة كده ومش معقولها بحطه على الميزان. يعني ما فيش وقت للكلام ده. فانت بتعرف وزن الطفل بريليماناري كده بسنه? او فيه حاجة جديدة اول مرة اقول لها? اسمها بروزلو تيب. مكتوبة عندك اسمها برو بروزلو تيب. يعني بروزلو تيب. شفت انت الخريطة كده لما تتطبق معاك. قد ورقة. قد ورقة المذكرة كده بس تبقى متطبق وطويلة تتفرد. بعمل زي الشريط كده. بس كبير. طفل مثلا قاعد على سرير الاستقبال. وجاي بسرعة. او حتى في عربية اسعاف. بيبقى عندهم في عربية الاسعاف بره اللي هي الطيف المتطبقة دي. واول ما البيد ييجي يقوم وفردينها. بيبقى فيها الطول. وقدام كل طول يا عسل الطفل طيب على تسعين سنتي. قدام التسعين سنتي ده بيبقى مكتوب الوزن اللي هو تقريبة التقريبة. ومكتوب جرعات لأهم الأدوية في الامر. وبالتالي ما فيش وقت بقى ان انا نجيب على حزب اوعد ده حسبوا وزن الطفل في كامو. بسرعة بسرعة. يبقى البروزلو تيكتر. انه دي عبارة عن زي مظهورة كده بس كبيرة شوية عريضة كده. زي قد الورقة. عرض الورقة كده. تمام? وتستخدم ميلي للحساب السريع للأوزان والجرعات بتاعت أهم الأدوية. دخلت عنات كده كتبت بروزلو تيكتر. هيطلع لك شكلها. طيب. رقم اثنين. ممكن نلجأ لله انا نحافظ في العملي. ان الطفل مثلا. اللي سنه سنتين. في معادلة. تفكريني المعادلة دي? الاج في اتنين زائد? تمانية. جماعة بتقول العملية. الاج في اتنين يعني سنتين في اتنين باربعة اربعة وتمانية اتناشرة. وبعد سن تلات سنين في معادلة تانية. تبقى اخدها من. يبقى. يبنالجأ للاج. يبنالجأ للتين. رقم اثنين فرق الاناتومي. يقول لك بص. جل الطفل عنده نومونيا. الطفل الذي عنده نومونيا يبقى اكثر عرضة للسوفوكيشن والرسفيراتوري فالطفل يختلف عن ايه في الادلت في النقطة. هناك سبع حاجات موجودين في الطفل. يجعلوه اكثر عرضة للايروي من الكبار. وهم بالترتيب كده. لو جاءنا نتكلم عن الهد والنك. الهد حجمها اكبر نسبيا للجسد. وبالتالي اتقل. رقم اثنين انك اقصر نسبيا. ثلاثة تراكية اقصر نسبيا. وبالتالي احتمالات انها يحصلها ناروين. احتمالات ان يحصلها كين كينج ووبستراكشن اكثر. يبقى مالو. في البق بقى نفسه. السنان طبعا اللبانية الملك ديه ديه اكيد مش سابت اوي. فمع. عشان احنا متأخرين ساعة الوقت الثمانية لخمسة. عليش يا جماعة اللي جنبه كرسي فاضي يعاد فيه. ما حدش هيعرف يدفل. اللي جنبه كرسي فاضي ما عليش يعاد فيه. مش عارك عارف يدفلو للحدي كناعة. فيك رسي فاضي يا جنب. طيب بصوا يا شباب مرة تانية. بالنسبة للتيس والطنب. احنا قولنا قبل كده ان الاسنان اللبانية دي ملهاش جدور وبالتالي ببساطة كده. لو الضفل بقى يركب له اندوتراكيال تيوب باللارينجوسكوب. فبسهولة ممكن يحصل ايه للتيس؟ السجرسة او تدخلها. وبالتالي الطفل ممكن يحصل له ايه؟ اسبيريشن. اذا لوز تيت تخلي الاسبيريشن للتيس اكتر. وبالتالي الابستراكشن للاروية اكتر. رقم خمسة. بالنسبة للطنج. حجم الطنج بالنسبة للموس. زي ما قلنا الهد بالنسبة للبودي كبيرة. الطنج في البابي بالنسبة للموس كبيرة. وبالتالي الموس كافتي. الاسبيس اللي في الموس كافتي يبقى اقل. وبالتالي برضو احتمالات اي سيكريشنز موجودة انها تقفل الاروية بسهولة. يبقى هنعيد معك تاني ملوية. يا شباب هنعيد ملوية. واحد. الهد اكبر. النيك اقصر. التراكية برضو اقصر. التيس لوس. الطنج نسبيا اكبر. سادس وسبح حاجة. ان العضلات. العضلات والتيشوز اللي موجودة في العضلات. بتبقى صفت. وبالتالي تضغط بسهولة. باي ضغطة خفيفة كده ممكن تقفلها. زائد. الطفل بيبقى اكتر قبل سن ثلاث قبل سن ست شهور. يعني هذا الطفل ده بيأخذ نفسه من مناخيره على اساس. وربنا خلقه كده في أول ست شهور على اساس انه على طول بيرضع. وبالتالي منطق بيأخذ النفس من مناخير. وبالتالي اي نيزل كونجشن. يعني اي اباستراكشا لو في ميوكس ولا حاجة. بسهولة نفسه يتخنق. والقوم يتشترك تقولك يا دكتور الواد ده مش عارف يأخذ نفسه. يعني يأخذ نفسه بيأخذ بصعوبة. فأي نيزة لاباستراكشا ليكتب كده. يبدأ يعمل ناروين للأيروي من البداية. يبقى اللي انا قلته من الأول. ان الطفل يختلف عن القضب في الاميرجنسي. رقم واحد في الواسط. رقم اثنين في الاناتوم بتاع الاباستراكشن. سواء كان راسه كبير. لسانه كبير. رقابته قصيرة. تراكشية قصيرة. السنان ضعيفة. الفلور بيتضغط بسهولة. ويأخذ نفسه أساسا من مناخيره قبل سين ست شهور. فأي قفلة في المناخيره تخلي فيه ناروين. حاجة تانية بقى. فيه اختلافات في الفيسيولوجي. ازاي يعني؟ يقول لك اختلافات الفيسيولوجي. احنا عندنا في الاميرجنسي مين أكتر ثلاثة سيستم؟ هنركز عليهم في الاميرجنسي. وهما سبب الوفاة غالباً. سبب الوفاة غالباً. سبب الوفاة. أو نقدر نقول. سبب الوفاة. سبب الوفاة. سبب الوفاة. لا خليك معي. انا مش بقول حاجة بالترتيب. انا بس بفهمك هنمشي ازاي. وبالتالي من اكتر الحاجات اللي هتهمنا اثناء الاميرجنسي. طيب. انا ازاي بحافظ على الكاردياك فونكشن؟ بحافظ على الكاردياك فونكشن عن طريق اديكويت كاردياك اولكود. طب هو اصلا الكاردياك اولكود. يساوي اف اين. هيساوي ستروك بوليوم في الهارت ريج. مش لازم تقلي بس خليك معي في المذاكرة له. وهزوت حاجة هقولك بس بها. رقم اثنين. نفس الفكرة على مستوى البنتيليشن للان. لو انا عايز ازوي او انا عايز اخلي فيه اديكوة البنتيليشن. هو المنتي. بوليوم او بنتيليشن يساوي ايه في ايه؟ يساوي طايدة البوليوم. برضو في الراسبياراتوري ريت. كيف انا عندي بصلي كتب. اثناء الاميرجنسي. انا عايز احافظ على الكاردياك اولكود. وعايز احافظ على المنتي بوليوم. يعني منتي بوليوم. يعني كمين الهوا اللي بتدخل الضم في ديئة. وهي الكاردياك اوتبوت. هذا عبارة عن الاماونت البلد الموجودة في السيكليشن. بتعتمد مين لي على هارت ريت. استروك فوليوم. وداري سبايراتوري ريت. طايدة الفوليوم. السؤال بك. يقولك الاطفال تتميز او تختلف عن الكبار. فان استروك فوليوم اقل من الاطف. والطايدة الفوليوم اقل من الاطف. ومش بس اقل. فرص الطفل على انه يزود استروك فوليوم. او يزود الطايدة الفوليوم. وليه جدا. يعني عشان طفل في النومونيا. عنده الطايدة الفوليوم مثلا. كامل لي كده حاجة بسيطة حسب وزنه طبعا. حاجة بسيطة. هل يقدر يفرد الشيس تاوي عشان يكتر الفوليوم. وبالتالي عشان يكمبانسي. اي مشكلة ريسبايراتوري. مفيش عنده امكانية غير انه يلعب في مين. ريسبايراتوري ريت. يبقى محاولات الطفل كلها. اثناء ريسبايراتوري اميرجنسي. بتنصب حوالين ريسبايراتوري ريت. هو غير قادر اوي زي الكبار على انه يزود الطايدة الفوليوم. نفس الكلام على مستوى الكارديك أكوت. الفرق بين الأدلت والأطفال. ان الكبار ساعد في كومبانساتوري ميكانيزم تمكنهم يزودوا الاسروب فوليوم. الاطفال لا. وبالتالي محاولاتهم كلها عشان تحافظ على الكارديك أكوت. بتبقى من خلال الهارد ريت. اذا. ما جاء اقول لك. واحد عنده مشكلة في السيركليشن. اول كومبانساتوري. يا صناعي قابلة نطبع ميكانيزمة يحدث للأطفال هو. الاسروب هو يحاول نخchycardia نفس الفكرة على مستوى الفوليوم. أن طفل يكون داخلugh تاختيار ترف belong. هل تجد اول كومبانساتوري وأهم كومبانساتوري ميكانيزم للطفال في السن 관� глаз عجية wherein عجية هي. هو الأطفال احتفال. وبالتالي مجموعة من يخفر احفظ ارقام الهارد ريت. واحفز ارقام ال شرط تراه حسب السن. ويمكن كتاب الاسم عندنا مقسم الأعمار في الأطفال لينك الخمس مجموعات أقل من سنة وسنة لسنتين اكتب جنبها أقل من سنة أقل من سنة Early infant وسنة لسنتين late infant جماعتمون معهم لأكيد فاهمين الكلام أقل من سنة early infant وسنة لسنتين late infant وسنة لخمسة نقدر نقول لحد ستة يعني عشان ما خلينا الخمسة زي ما هو كاتب late أو سميها سوري early child وخمسة إلى اتناشر وفوق إلى اتناشر ليس أعمار الأطفال عندنا طبعاً فصلنا عن الكلام بالنيونايت لأن النيونايتا الاميرجنسي وريسوسيتيشن شيئا منفصلة تماماً يبقى قل من سنة ثم ليت انت ثم ليت شاين وليت شاين وبعد ذلك ولو تحفظ طبعاً يجب أن نحفظ الرينج ولكن على الأقل تبقى عارف بأن الريسبيرات والريت يحصل لهم ماذا مع السن؟ يقلوا عندما نستطيع الناقة العمليجنسي لا أتحدث عن نقطة التكيبنية لا أحدث عن النقطة العمليجنسية لا أتحدث عن النقطة العمليجنسية سنقوم بتحفظ طبعاً من سنقوم بالطبع أنت قابل تقريباً يبقى قبلها بعشرة أو خمسة على حصر. طيب وبالنسبة للهارد ريت قال لك بالنسبة للهارد ريت هو كمان بيقل التدريجية بنبدأ بكام؟ فقال من سنة مئة وستين بعدين مئة وخمسين بعدين مئة واربعين بعدين مئة واربعين بعدين مئة وعشرين وبعد كده مئة بردو دي المكسمم فاليوز مش لازم تحفظ الرينجي في البداية تحفظ الرقم الكبير الأول يبقى خلينا نقول فالنسبة للهارد ريت ناشى نزلة خمسات كده تمام؟ والتانية في أول تلاتة نازلين عشر ربعين كده عشرين ورقمين أنت حافظه الرقم الكبير الأولي هو من ستين لبين؟ تمام؟ أو الرقم الكبير الأولي هو اتناشر لعشرين أو ستتاشر لعشرين في الحدودين طيب نيجي بقى لحاجة مختلفة شوية الرقم الكبير الرقم الكبير أو كل ما تصل الكبر هل برضو بتقل؟ بالعكس بقى إذا كان الهارد ريت ورسبيراتوري ريت بيقيله مع السن فالسيسيمة بسكولار ريزيستنس بتزيد مع السن اللي هو الغازوموتور تون وبالتالي البلد ريشر هيزيد هيزيد كيبعان عندي تلك تلاتة هيتغير مع السن هارد ريت ورسبيراتوري ريت بيقيله والبلد ريشر بيزيد والسؤال بما هناك معلومة هنا هتهمنا في الاميرجنسي اولي وهي وهناخدها ان شاء الله في الشوق اكيد من ضمن الايتمز اللي أنا بعمل لها السيسمن في الشوق وهنعرف ان شاء الله في الشوق ان الهيبوتينشن ده ما هوش الارليس تصين شوق ده بالعكس انت لو جالك مريض عنده شوق ولقيته هايبوتينشن اعرف انه ليت وبالتالي الغلطة الكبيرة اللي كتير من الدكاترة يعني لسه مبتدئين يقعوا فيها لما بيجي لهم حالة في الاستقبال في اي مستشفى او طوارئ او كده انه اول ما يجي له الحالة مثلا عندها اسهال تربيع او نزيف بيجي اسله الضغط لا ضغطه كويس خلاص وده الكلام غلط تماما لانك لو قصت الضغط في حالة شوقه لقيته هايبوتينشن هنعرف بعدين انه تعتبر حاجة ايه لات والرجوع منها هيتقصع فالاولة زي ما هنبقى نعرف ان انا اعمل اري اكسبكتيشن ابقى متوقع باتري عشان اقدر اتجنب ان هذا يصبح طيب هو تشيئ ههمني اكتر اثناء الشوق بني وبنكم ههمني اكتر او تشيئ bonds والتشيئ وبالتالي ههمني اوي ارقام تشيئ ارقام تشيئ بتبقى كم تقريبا هتلاكوها بدءة من اما انتو شكوين هنبدأ من تحت او خلينا نقوم بالرقم الكبير من اقل من سنة هتلاقيها ماشية نفس الكلام لكن هنعرفض الرقم الأولاني سبعين تمانين تسعين ما شمعناك اوزيوج جميعا وسيهمني اكتر في بورية حي評 انه يقاب يعني انا في الشوك عارف ان الهارت رايث هيقاب في الاقبال على والزاء العائل عارف ان الهارت رايث근 يعني في الاقبال على الازجوج وعارف ان في الشوك الهارت رايث근 بينما في الشوك انا عارف ان هيقاب فخلينا نتكلم عن الرقم الاوليع فلما نكلم سعدي 80, 80, 90 وفي الاخر خالص 100. السؤال هو النورمال سيستوليك بلد برشور عندنا في الأطفال المفروض. في البطنة يقولون لكم أن الهائفرتنشون مثلا 90 على 140. نخذنا فاكرين في النفرق وقعدنا نقول الايديا لسيستوليك بلد برشور كان والايديا لسيستوليك بلد برشور له معادلة. لكن المعادلة جاءت قيلة قوي. في الاميرجنسي في معادلة أبسط وأسهل. يقول لك ايه؟ أقل سيستوليك بلد برشور يبقى موجود في الطفل يساوي سنه في 2 زائد 70. عمره بالسنوات في 2 زائد 70. يعني لو جاي لنا طفل خمس سنين خمسة في اتنين بعشرة عشرة وسبعين ثمانين يبقى الطفل اللي سنه خمس سنين المفروض. ده ما قسله الضغط ما قلش عن تمانين. سيستوليك. لو قل عن ثمانين يبقى الطفل ده هايبو ايه؟ مفيش بقى أضرب الاج في 2 زائد مشارك. مفيش كده. اج في 2 زائد 70 وخلص. وده المنمم تكتب كده. ده المنمم سيستوليك بلد برشور في حالات الطارق. تمام؟ إذا قالنا آخر حاجة خالص وهي السايكاتري. أكيد الطفل انت مثلا قاعد في الاستقبال وجاي لك واحد. اكيد وهو سخن. اكيد وهو كنفالزن. مش هيبقى يساعدك في الاستقبال زي الشخص العادي. انت لما تجرب كده تكشف على ولد وتشوف اللوز بتاعته ولا حاجة. ممكن تلاقيه دوخك في الاوض. يعني تجري وراه وتقعد تنسكه وكانت فواجد عنه وتجيب اربعة واحد من الرجله هنا في عيال ماشاء الله. لو رفصتك رقصة يعني تمام وانت قاعد كده ومش مدي اخوانة واتخبطت او حتى ساعات في اطفال وانت تجيب تكشف على اللوز تلاقيهم ايه؟ لا مش عضك انت مش هتدخل سبعك يعني تمام؟ بس هتقيه مسك جامد على سنانه ومش عارف يفتح ايه؟ مش عارف مش عايز يفتح بقه. هنا حتى وهم بتيجي تفحصهم بتعوروا يعني من كثر ما هم ايه؟ تنشر. فالكومينيكيشن اصعب لانه مش هيتهمك ومش هتقدر تفهم عايز يقول ايه؟ والفير نفسه انو خيب منك. طيب جي مقدمتنا او يعني نقدر نقول انا شايل لو جلنا سؤال في الامتحان في الجزئية دي هيبقى في الحتة بتاعة البكيلاريتس بتاعة الاروي. يجي سؤال صغير كده في الامتحان. بكيلاريتس او ذا فيدياتوري ايه وي عن الاكبار في الامفن. طيب. الموضوع الجاي الجماعة بتوع اللي اشتغلوا عملي او الراوند خالص. بالنسبة لهم هيبقى موضوع مش جديد اوي. لكن يعتبروا زي مراجعة لان هو سؤال نظري. بغض النظر عن كونه كان مهم في العمل. الارتيريا بلاكجازيس. عندنا كده ستيشن بخمس درجات. بتيجي في المتحان العمل بخمس درجات. ولكن في سؤال دا نظري بيجي ميتابوليك اسيدوزيس. قبل ما اتكلم عن الميتابوليك اسيدوزيس في عندكو صفحة كده مقدمة. يعني بتاع عشر دقايق. اصلي عالصبورة كام? لو انا هقول النورمال بي اتش بتساوي كام? اكيد ان الكعيات المهمة في الاميرجنسي الاسيدوزيس. او البي اتش بصفة عامة ليه? لان الاوبتومم بي اتش واحدة من ضمن الهوميوستاتيك ميكانيزم. الهارت، البرين، الكيدني، اللونج، اورجنز كتير ما بتشتغلش غير في اوبتومم بي اتش من سبع كام? 35 الى 75. وفينه عادلة؟ اسمها هندرسون وهازل بخ اكوشن. دول عملوا اكوشن كده. كانت في مذكرة البيوفيزيكس زمانية. كان يقول لك البي اتش تتناسب طردي مع البي كارب وعكسي مع السي اوتو. بمعنى ان لما البي كارب يقل البي اتش تقل. والعكس بقى لما السي اوتو يزيد البي اتش تقل. يبقى دي علاقة عكسية. تمام كده؟ وبالتالي ايه تعريف اسيدوزيس والكالوزيس؟ المفروض ان احنا حافظين ان الاسيدوزيس البي اتش تقل والالكالوزيس البي اتش تزيد. هو المفروض مش كده. المفروض ان في كلمة اسمها اسيدوزيس وكلمة تانية اسمها اسيديميا. اسيديميا. الفرق بين الاثنين. اسيديميا هو ان البي اتش تقل فائلة. اما الاسيدوزيس هي البروسيسيو اللي قدت الى ان البي اتش تقل. اكتبها كده. ببساطة الاسيديميا هو ناقص البي اتش. طب الاسيديميا هي البروسيسيو التي تقدى مممكن ممكن تؤدي. مش بالضرورة. ممكن تؤدي الى نقص البيتش. هتقول لي طب. ما هو لازم هتقلق هتتنقص البيتش. لا ما هو ممكن تبقى كومبنسيتر. ولو كومبنسيتر مش هتتنقص البيتش. مفهوم الكلام؟ يبقى تاني. الاسيديميا. اسيديميا هو ان فعلا. اجي ابص على ورقة الارتيريا البلودجازيس. اللي تدخل في الجهاز وتطلع لي ورقة ديجيتال كده. ابص فيها. لا ان البيتش قليلة. اقل من سبعة خمسة وتلاتين. تمام؟. اما اسيدوزيس هي البر نفسها وهتفهم بعد شوية يعني. والعكس في الالكاليميا. الالكاليميا هي ان البيتش تزيد عن سبعة خمسة واربين. بينما الالكالوزيس هي البروزيس اللي بتؤدي الى كده. طيب. مين الورجنز اللي ربنا خلقهالنا في الجسم عشان تحافظ على البيتش؟ اتنين. لانجو وكيدني. لانجو بتتحكم في السي و تو. والكيدني بتتحكم في البيتش. وعشان تفضل البيتش اوبتمام نورمل. بيبقى الكافتين دول ممكن يتحركوا مع بعض عشان يعوضوا بعض. ده معنى الجماعة تقولوا لو كانوا خدوا بطنة عامة في اورام. لو فكرين خدوا ضيابيكس. وخدوا حاجة اسمها دي كيف? ضيابات الكيتو اسيدوزيس. ضيابات الكيتو اسيدوزيس ده ان المريد ما عندوش انسولين. فبالتالي الجسم مش قادر طبعا الانسولين من ان الانابوليك كرمو. طيب لما الانسولين يكون انابوليك اذا غيابه? غيابه ايه? انابوليك. انا اخذ الكلامة ان شاء الله بعدين. بس لما يبقى كاتابوليك اكيد الليبت هتتكسر. ولما الليبت تتكسر تبتدي تتديني في ريفة اسيدوزيس. هي نفسها تتحول الى كيتون بودل. اللي هي بيتا هايدروكسي بيتيريك اسيد. اسيتو اسيد. ديكارة عن اكسيس اسيد. تقوم الجسم عندنا في الدم. في حاجة اسمها البيكاربونان. يقوم بالضبط بفر. يقوم البيكاربونان يستهلك في نيوتراليزاشن او ديس اسيد. يقوم البيكاربي يقيل. ولما البيكاربي يقل البي ايش. يقوم الجسم يعوض بانسيناريو ماشي كيف? يقوم الجسم يعوض وعنده البيكارب قال. واشانا بقول له ان البي ايش فتناسب ترضي مع البيكارب بعكس مع السؤوته. ثم هو لما البيكارب يقل. عشان تفضل البيكارب يقل. عشان تفضل الـ VH normal C. وتهو كمان يحصله ايه؟ هو كمان يقل. زي الكسر كده بالحساب لما الاتنين على اربعة. الاتنين دي تبقى واحد. عشان يفضل الكسر سابق. اربعة كمان تبقى ايه اثنين. فلما البيكارب يقل الـ C هو كمان هي ايه؟ ايه. فدايما لما واحد ده تتغير. التانية تتغير في نفس الانتجام. عشان تحافظ على الـ normal B. اذا عينها. انا بقولي الكلام ده بقول ليه في البايبيتس لان اشهر حالة عندنا في المنهج الاطفال هو ديك ايه? ان المريض بتاع السوفيبر لما انسلينه بيقل الليبتس تكسرها بيزيد وتظل على كيتون بودس باسد تستهلك البيكار بيقوم البيكار بيقل فالجسم عشان يعوض يعمل ايه في سيوتو? عايز يطرده يبطل يعمل كده والكلام ده خليه شوية لما ناخده بالتفصيل في ديك ايه بس انا بديك فكرة اسمعني اشهر مثال عندنا محاولة تغير البي اتش ومحاولة استعادة النورمال ايه بي اتش لما حاجة تتغير التانية تتغير معك نفس الايه الاتجاه. فصلوا يا شباب. لما يكون سبب تغير البي اتش نقص في البيكارب اسميها متابوليك. او تغير في البيكارب اسميها يعني لو سبب نقص البي اتش نقص بيكارب اسميها متابوليك. لكن لما يكون تغير البي اتش نقص البي اتش زيادة في السيوتو اسميها. فضيفرد الاثنين مع بعض. يعني عندنا ساعات حالة. بصع الصبورة كات. ساعات واحد يكون عنده البي اتش قليل. سبع مثلا خمسة وعشرين. والبي كاربونيت بتاعه. بيكاربونيت بتاعه. سي مثلا هو نورمال فاليوز كان بتاعت البيكارب. من عشرين الى ثمانية وعشرين. بعض الكتب مختلفة تبات عشر ستة وعشرين مشان. ده بالاسم عندنا كاتب عشرين ثمانية وعشرين. والسيوتو من خمسة وثلاثين الى خمسة واربعين. فيقول له كنه. طفل عنده البي اتش سبع خمسة وعشرين. والبي كارب بتاعته سي مثلا اتناشر. والسيوتو بتاعه ستين. في الحالة دي انا اللي حصلت. البي اتش قليلة صح. انا منتظر ان يكون. يا اما متابوليك يا اما ريسبايراتوري. طب انا لما لاقي البي كارب قليل. والسيوتو عالي. يبقى ينفع يكون البي اتش القليلة دي قلت عشان البي كارب قل. او ممكن تكون قلت عشان السيوتو ذا. فاذا بقوم قيل عليها ميكس دا سيدوت. اذا ميكسد. يبقى فيه سيمبل وميكسد. لما اقول لك سيمبل اسيدوزز يبقى سبب الاسيدوزز طرف واحد بس. لكن لما اقول ميكسد اسيدوزز يبقى سبب الاسيدوزز الطرفين. اتغيروا. والاثنين اتغيروا في اتجاه يقلل البي اتش. والاثنين اتغيروا في اتجاه يقلل البي اتش. كلام دا نفهمه في العمل ان شاء الله بعدين بالتفصيل. بس خلينا في حصتنا وصلي كده. الاهم عندنا في البي اتش كنظري هو الميتابوليك اسيدوزز بس. فده اللي هنركز عليه. فيقول لك ايه? بص على الصبورة كبيرة. لما اقول متابوليك. لا قابلك. خلينا في الصفحة لكي. لما اقول متابوليك واسيدوزز. كلمة اسيدوزز يعني البي اتش ايه? قليل? وكلمة متابوليك يعني سبب نقص البي اتش هو نقص البي كاربونيت. وبالتالي متوقع ان سيوتوه هيحصل له ايه? لا عشان يعوض. هيحصل له ايه? هيقيل. اللي احنا لسه متكلمين عليها حتى دي كارب. طيب. يقول لك ايه? نورمالي بركز بها عشان دي ممكن اصعب جزئية في البيتش. في عندنا حاجة في الدم او مفروض ان الدم في بوزيتب اينز ونيجاتيب اينز. يعني بوزيتب ونيجاتيب. يعني انا عندي كاتاين واناين. تمام كده? من ضمن الكاتاينز اللي موجودة في الجسم السوديوم. بس في كوتاسيوم وزينك وايرن وكابر في كتير. ولكن الاشهر فيهم هو مين? فالسوديوم. وعشان كده احنا بنسميه ميجرد كاتاين. وفي عندنا حاجة تانية اسمها اناين. زي الكولورايد. البايكاربونيت. وفي حاجات تانية زي اللاكتيت. فيوماريت. اسيتيت. بكل اسمها النيجاتيب. اينز او بنسميها اناين. السؤال. المفروض ان الطبيعي. لو انا حطيت البوزيتيب والنيجاتيب الاثنين قدام بعض. في الدم. يكون مجموع شحنات المجابة كلها قد مجموع الشحنات السلب. لان في النهاية كل الشحنات المجابة قد كل الشحنات السلب. فهو يقول لك ايه? استفادوا بالظاهرة دي. في حاجة تتعلق بالميتابوليك اسيدوزز تحديدا. وهي. يقول لك. مين اشهر الكاتينز قياسا بنقسها كثير? هي السوديون. فيسموه وده المجرد الكاتين. ومين اشهر الكاتينز الكولورايد والبيكاربونيت. فيسموه المجرد آناين. وانا عارف ان في اخر كاتينز موجودة بس انا مش بقسها كثير. وفي اخر آناينز موجودة وانا مش بقسها كثير. فلما نجي لكيقول مثلا. النورمال في السوديون كامل. هنبقى ناخد بعدين. ان النورمال من 130 ل 145 او 150. كل 145 كتب كتب في المذكرة دي كده. 130 ل 145. والنورمال 130 ل 145. خليك بس معي. والنورمال الانشولورايد تقريبا. يعني نقول من 90 110 او 115. والبيكاربونيت نسائلين انها من 20 الى 18. لو هناخد متوسطة. يعني هنقول مثلا السوديون 135. وهنقول مثلا. كولورايد 100. تمام. وهنقول مثلا البيكاربونيت 25. فخلينا نقول. ادي السوديون 135. كولورايد 100. البيكارب 25. اذا. السوديون 135. ومجموعة كولورايد والبيكارب 125. اذا. الفرق بينهم 10. 10 بالمجاب او بالسالب؟ بالمجاب بصالح السوديون. وبالتالي المفروض الفرق ما بين الانين يكون سالب 10. ويسموا الكلام ده اللي انا قلته ده. طيب ليه عملوا كده هتشوف دلوقتي. تاني. يبقى بيجي سؤال في الام سي كيو عندوكو في اخر السنة. يقول لك ايه تعريف الانين جاب. ركز معين. يعني ايه تعريف الانين جاب. اناين جاب هو الانين جاب. وسموه اناين جاب لانه عادة في الطبيعي بيطلع بالسالب. لان الفرق بين المجاب بيطلع بالمجاب. غالبا الفرق ما بين الان ما قستوش بيطلع بالايه بالسالب. حساب المعادلة ايه في حد ذاته مالوش قيمة. قمت الاساسية بالتان اثناء حالة الميتابوليك اسيدوك. هتقول لي ازاي؟ بس كده على الصبورة بقى. اللي جيدة هو الجزء اللي عايز فهم. وصلنا. بالوقتي اناين جاب بصة احنا احنا قلنا ناكو ساوي. سوديوم ناقص الكولورايد زائد مين؟ البيكاربونات. يعني اناين جاب بقدر اجيب الرقم بتاعها من طرح السوالب كلها لاتني ناقص الموجة بالوسط. طب لما نيجي نقول حالات هو نورمال فاليو كام بتبقى تقريبا من تمانية الى ستاشر. اللي احنا حقا نحطنا في الابرج عشرة كده. يقول لك ايه? يقول لك لو انا عندي حالة متابوليك اسيدوكس. اذا انا متوقع ان البيكاربو هيحصل له ايه في الميتابوليك اسيدوكس؟ هيقل. مش كده؟ ايه. وهو في المعادلة اللي عندك دي لما البيكاربو يقل منطق الانين جاب يحصل له ايه؟ هتزيد. يبقى انا كنت منتظر ان كل حالات الميتابوليك اسيدوكس طالما عندها البيكاربو قليل منطق ان الانين جاب ايه؟ هتزيد. يعني هذه الانين جاب. وهذه السوديون. ناقص الكولورايد زائد البيكاربونين. لما البيكاربو يقل منطق ان الانين جاب ايه؟ ايه. ايه. ولكن لقوا ايه بقى؟ لقوا ان في حالات متابوليك اسيدوكس الانين جاب فيها بتغضل نورمل. وحالات تانية الانين جاب فيها بتزيد. يبقى فيه حاجة حصل. انا منتظر ان كله يزيد. لا في حالات فضلة نورمل. طب اللي فضل نورمل قعدوا يعملوا انفستجيشن. لاوا بيفضل نورمل ليه؟ لان في حاجة تانية بتزيد بتعدلها. لاوا ان هي كولورايد. وعشان كده قالوا ايه بقى؟ طب خلاص بقيت سهلة. تعال نقسم حالات الميتابوليك اسيدوكس الى مجموعتين. مجموعة هيبقى فيها الانين جاب عالية. ودي المجموعة الكبيرة. الاشهر المنطقية. ومجموعة تانية فيها الانين جاب نورمل. ومنطق الان الكولورايد فيها هيبقى ايه؟ زيادة. ما تقلق الصفحة بقى ده الكلام اللي انا بقوله لك ده. قصلي كده. يقولك ايه؟ يقولك ايه؟ يقولك ايه؟ كلمة ميتابوليك اسيدوزيس. يعني نقص ونقص بيترب. وايه هي اسباب ميتابوليك اسيدوزيس؟ اسباب ميتابوليك اسيدوزيس؟ مكتوب عندك ميكانيزمي. ايه الميكانيزمي بتاعة حدوث من الميتابوليك اسيدوزيس؟ بقص عصبة. الميتابوليك اسيدوزيس بيحصل نتيجة projetة بيحصل نتيجة ثلاث حاجات. ايو خلينا نقولها بالشكل بداك تحى تنكو بقى كده هسعد. يا ام بايكاربونات ده بيكارب لوس أو بيكارب كونسومشن طيب والكونسومشن جات نتيجة إيه؟ زيادة مين؟ زيادة أسد طيب والأسد زادت إزاي؟ ثلاث حاجات يا إما اندوجينوس انكريز يا اكسوجينوس انكريز يا فيليروف اكسيكريشن يعني يا أن أنا زودت أسد من جوة يا زودت أسد من بره اكسوجينوس يا إما فشلت في أن أنا خرج الأسد الطبيعية اللي بتكون داخل الجسم طيب البيكارب لوس يرجعوا يقسموها الحاجتين يفقد البيكارب يا إما فيليورين يا إما فيليستول وما عنديش هنا يمكن في حاجة فيليستول تحكتين فيليستول حاجة اسمها جاسترونترايتس أو الديارية يعني وحاجة اسمها يوريناري دايورجين بينما يفقد فيليورين عن طريق اثنين تانيين رينال تيوكلر اسيدوزيس والبوست هايبوكابنيا بوست هايبوكابنيا بوست هايبوكابنيا بوست هايبوكابنيا هايبوكابنيا يعني نقص السيوتو هاول هلا اندوجينوس بقى ايه اللي يزود الاسيدز اندوجينوس حاجتين كيتو اسيدوزيس تمام؟ ولاكتك اسيدوزيس طب من الحاجات اللي بتزود الكيتون بوست اثنين لسه ايهالك الديكي ايه والستارفاشن الناس الجعان بتحرق الفات ولاكتك اسيدوزيس اثنين الهايبوكسيا والليبر سلفليا اما الاكسوجنوس من الخارج خدتوه انتو في السموم في الشرع الميثانول والساليسيليت الناس اللي بتنتحر بالميثانول وايه بالساليسيليت بتاخد اقراص اسبرين كثير اما فاليوروكسكريشن فهي الرينافاليور اللي على الصبور عندك ده كان سؤال نظري تمام؟ الميكانزمة والكوزز والتأسيمة تنفع للثلاثة نعيدهم تاني تنفع لحالات الميتابوليك اسيدوزيس يبقى يبقى نقص بإيتش بسبب نقص اللايكارب طيب، اللايكارب هايقل هايقل ازاي اللايكارب بالتوميكانزم اما اللايكارب فقد من الجسم خلاص؟ فقد من الجسم ازاي؟ اما نزل في السطول دياريع أو يعني 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 أنت حضرتك مثلاً كان فيه مشكلة في البلاد، فأنا أمتواخد ستون، أمتواخد اليوريتر وخدته وحولته على الانتستين، فحصل أن اليوريتر بدأ ينزل مع الايه؟ مع الستون، في اللحظة دي ساعد الكوترانسبورتر أو الترانسبورترز اللي موجودة في الانتستين بتزود امتصاص الكولورايتر، نتيجة نتيجة إيه اللي حصل؟ حتيت انت لما وديت هيكلة أصلاً بيبقى فيها مشكلة، فبتنزل البيكاربونات في الاستون، وتمتص مكانه وده نفس اللي بيحصل في الدايرية، أنه لما يحصل دايرية، الجسم بيفقد بايكاربو، والبيكاربونات نيجاتيف تشارج، فعشان يعوق ده يقوم يزود مكانه في الترانسبورترز اللي موجودة في الانتستين، يزود مكانه الأبزور بشانه في كولورايتر، يبقى دايماً لما بيبقى فيه بايكاربونات بيكاربلوس بيعمل مكانه ايه؟ كلورايد أبزوربش يعوضه اكتبها كده يعني أثناء البايكاربلوس الجسم بيعوض بزيادة الكلورايد أبزوربش ونفس الكلام على مستوى اليوريد أنا أول مرة أقوله في كل عمل اللي كنا قلناه يعني رينالتيوب ده رأسي جوزيز دخلها لساعات يكون مراسي تمام او اكواير في رينالتيوبيول من فوايد رينالتيوبيول انها بتنتص البايكارب بريأبزوربشان فلما الكوبيول بتبوض لسبب ما؟ كراسة مثلا يقوم البايكارب بالألوسك في اليورين ولما البايكارب بالألوسك في اليورين الجسم يعوض يكون بمساس مين؟ كلورايد ونفس الكلام كلمة بوستهايبوكابنيا يعني بوستهايبوكابنيا الناس الهيستيريال الهيستيريال اللي هم بعملو كده من الهيستيريال الهيبوكابنيا أثناء الهيستيريال كرثوناليتي فالهيبوكابنيا معناه انه بيعمل سيو تو ووش لما عمل سيو تو ووش سيو تو بيقل فده بيتجه لحاجة اسمه رسبايراتوري الكالوتوز فيقوم الجسم يعوض بيه؟ لما سيو تو يقل الجسم يحاول يعمل ليه في البيكاربونت. يقلل يقوم يفقد بيكاربونتل. هو جسم التاني. يبقى اثناء الهستيريا في هايبر فنتلاشن. يبقى في الهستيريا في هايبر فنتلاشن. طب وفي الهايبر فنتلاشن في سيو تو ووش. سيو تو بيقل. طب لما سيو تو بيقل الجسم يعوض بايه? نصف بيكاربين يورن. فلما الكلا تفقد بيكارب في تقوم تعود بزيادة من الكولوريت؟ أنا بقول ليه حطيت الكولوريت في المعادلة هنا في الأربع حاجات دول عشان تبقى حافظ بصلي كده ان الأربع دول او البايكارب لوس بصفة عامة هم انهي مجموعة في الميتابوليك اسيدوزيس النورمال اناينجاب اكتب عليها النورمال اناينجاب يبقى مجموعة النورمال اناينجاب هي مجموعة البايكارب لوس وليه كلام له؟ لان لما البايكارب يفقد الجسم بيعوض بزيادة الابزور بشان او الري ابزور بشان تعاكله رجل العكس بقى موجود في المجموعة التانية المجموعة التانية بيبقى فيه البايكارب مش نصد البايكارب كونسيوم تم استهلاكه طب استهلك ليه؟ عشان في اسيد كتير طب الاسيد زادت ازاي؟ يا اما زادت من جوه الجسم الديابيتس والليبرسيل فاليبوكسيا والستاربايشن او زادت من خارج الجسم الديابيتس او زادت لان الكلا مش قادرة تخرج الاسيد الزي العادية اللي بتتكون في الرينال ايه؟ في الرينالفل ده سؤال ما لقيت كليينيكال بريزنتيشن؟ عينا الميتابوليك اسيدوزز ده جيلنا بيه؟ قال لك بس بيجيلنا بحاجات اكيوت وحاجات كورونيك يعني ايه؟ يعني في ناس عندها الميتابوليك اسيدوزز ده بيحصل فجأة اللي بيحصل فجأة زي حالات الديكي اي مثلا او الجستروندرايتس دول اشهر حالتين بيكون اكيوت ميتابوليك اسيدوزز في الاطفال جستروندرايتس دول معرضين لايه؟ نشوف الاطفال دي بتبقى معرضة للنوزيا والفوميتين والابدومينا ماذا معنى؟ لان الاكسس اسيد دي بتشتغل على ريسبترز معينة. تشتغل على الكيمو ريسبتر تريجر زون في البرين في البرين استيم. فتعمل الهوميتين ونوزل. وبتشتغل على البيين الريسبتورز اللي موجودة في البريتونين. بتعمل الابدومينا الابدومينا. هاولها ثانية. حالات الاخيوت متابوليك اسيدوزز. معرضة للبين والفوميتين. عشان كده حالات الديكي ايه؟ بترجع وبطنعبط وجه حاجاتك. من ضمن الاكيوت ابدومينا الكوزز فعلا دي كي ايه؟ كوزز او ميديكال كوزز واكيوت ابدومينا. ان في استيميليشن للبين ريسبتورز اللي في البريتون بالاسيد. وبرضه الاسيد بتستيميليات الكيمو ريسبتور المشكلة الاكبر في الاكيوت اسيدوزز. طبعا العيانين دول ثمانت عارف. لما البينكارب يقول لسيوتوها هيحاول ايه؟ بيحصل مكتوب عندك اسمها كوزموال بريثين. طب وكوزموال بريثينج ده بينكوزينك باسيدوتيك بريثينج أو هيبريبنيا أو رابد دي بريثينج. اربعة. ايه؟ الكوزموال بريثينج هو هو اسيدوتيك بريثينج هو هو هيبريبنيا. هايبر هايبريبنيا. ورقم اربعة بيسموها سعاء رابد ديب وديد يحط عليها كذا خط. انا قلت لكم قبل كده. اه جالنا طزل وكانت بتنهج وكانوا مشخصينها ازمة. اول ما شفناها لقنا البنت بتاعم كده. رابد ديب بريدينج ده لاي وساوي حجر سبايراتي. ما تدقي طزل جايلك لاستقبال برابد ديب اعرف انه ميتابوليكا سيبا. عملنا لها استعمل السكر. طلع السكر في السمن. وجينا نشوف الارتيريا بلاجازز طلعت متابوليكاسيدوز بدل ما كانت متشخصة ازمة. شخصناها ضيابيات الكيتو ايه؟ ايه؟ ماسي. مش كل طفل بينهج عنده ريسبايراتوري كوري. ده معنى الكلام. طيب ايه كمان؟ الاطفال دي كمان معرضة. انا مش قلتلك من شوية ان أن نقص هذا البيئتش بيأثر على البيئتال أورجنس فالأكيوت متابوليك أسيدوزيز يعمل كوم بيشتغل على الريتكيلر أكتباتيك سيستم في البرين وممكن يعمل كوم وبرضو نفس الطصة بيشتغل على الهارت سواء الكارديك أكسلاراتوري سينتر أو الينهيباتوري سينتر في البرين سينتر ويأتي يعمل أريزميا ومايوكارديا بساكريشا إذا أخطر حاجة في الأسيدوز اللي هيموت في الأسيدوزيز هو الهارت أن الهارت يحصل له سواء الكارديك أو الريزميا همان؟ طيب، هناك حاجات عندنا كرونيك في الأسيدوزز زي إيه؟ إيه الكرونيك في الأسيدوزيز؟ الكرونيك في الأسيدوزز خدتوا جماعكم البطة العامة خدوا كرونيك رينال فيليور ما له كرونيك رينال فيليور؟ العينين اللي عندهم هو بشكلة دي جلوماريولاس ويتيوبيو لو جلوماريولاس باث ماذا سيحدث؟ الكرونيك لا تكون قادرة تفلطر أو تخرج التوكسنز من ضمن التوكسنز اللي في الجسم الفوسفرس ليس لازم تكتب، دعوك فقط معاك سوف تكتب بالتفصيل في البطنة من ضمن التوكسنز اللي مفروضة جلوماريولاس يخرجها الفوسفرس طب، لما الفوسفرس الكرونيك لا تعرفش تخرجه بيزيد في الدم طب، لما يزيد في الدم يدور على سكة تانية يخرج منها فلما يحاول يخرج من جي اي تي ياخد معا مين؟ يقوم العظم يحصل له ايه؟ ده احد الميكانيست له حدوث حاجة بنسميها أستيو أو نسميها أو سميها أوستيوديستروفر أوستينيستروفر يعني كلمة ريناديستروفر بدون تكلمة سبب في مين؟ في أن العظم فخ يتضمر كما تعلمون أو يضعف الميكانيزم الثاني لأن العظم يضعف في حالات الرينا هو أن حالات الرينا ما يقول لك لها عندها وبالتالي فيه اكسيس أسد أولتان. الفوسفرس زايد في الدم. مش عارف ينزل في اليورين. فينزل في الجي اي تي. فلما ينزل في الجي اي تي. يكيليت كالسيوم. طب هو لما هيكيليت كالسيوم. يأخذ الكالسيوم معا. يقوم الكالسيوم في الدم يقل. لما الكالسيوم في الدم يقل. هو فيه سكة هنا. يبتدي البي تي اتش ايه? يزيد سمعني البرافيرويد. تقوم البي تي اتش لما يزيد يعمل بون ريزوربشن. يكتبها كده عندك لو عايز تعرفها. ازاي بيحصل الرينا الاستيو ديستروفي في الرسمة دي. تاني. فوسفرس زايد. نزل في الجي اي تي. خد معا كالسيوم. الكالسيوم قلي في الدم. مين صديق في الكالسيوم؟ كما بتقول عملي. الفيراسيرويد هورمون. في غضة ربنا خلق أهلنا للكالسيوم. بس الكالسيوم اول ما يقل. تقوم البي تي اتش تطلع. البي تي اتش لما يطلع يعمل بون ريزوربشن. المعلومة دي مش مهمة قوي عندنا في الاطفال. طبع ما تحصل في الاطفال بسم حتى يسألها عندنا. لكن هي اهم في البطن. الميكانيزم الثاني ان عظم مرضى الكلم يحصل فيه مشكلة. هي الميتابوليكا سيدولت. ليه؟ لان لما عيان عيان عنده يعني مش عارف يخرج البي كارب. اناس مش عارف يخرج الاسد. فلما مش عارف يخرج الاسد يقوم يعمل ايه؟ في البفر التهيه. بي كاربونايتي تكون وده تنسيوم기 مثلا. عندما تكون يكون ونده يخلص البي فر يرغل على تنسي ، مين الذي جدي جسم غير لذي في الدم في العظم؟ من به في اللازم هذا؟ كالسيوم كربونايتي. فلما العيان يحصل له مورك ياداها. سوف تنسيوم الري في العظم حيث يقوم العظم يحصل له ريزوربشن. إذن العظم بيحصل له ريزوربشن في مرضى رينا الفيلير بتو ميكانيزم ميكانيزم الأولاني الهايبارباراثايروديزم بيسموه حتى كده ساكندري هايبارباراثايروديزم والميكانيزم الثاني هو الميتابوليك أسيدوزيز ويخلص البفر اللي في الدن فيبتدي يتدور على البفر اللي في البول وهو اسمه كالسيا مين عشان كده هتلاقوا أطفال اللي عندها رينا الفيلير عندها شورت ستيتش عندها عظمها فيه أستيو ديسترو وفي تيجي تعمل تسمعه عن حاجة اسمها ديكساس كا اللي هو اختبار حشاشة العظام مرضى الكلا على طول بياخدوا علاج فيتامين دال وكالسيوم وحاجات زاكية عشان يعوضوا الموضوع مفهوم الزائد فوق كل الكلام ده كل الكلام اللي أنا قلته ده ما ننساش قبل ما نقلب الصفحة اللي منضن عشان ده جاسه هاي منضن بتاعت الميتابوليك أسيدوزيز بمعنى لو أنا هقول أشهر حالتين ثلاثة أشهر ثلاث حالات عندنا في الأطفال الميتابوليك أسيدوزيز واحد اكتب الديكي ايه ايه أعراض الديكي ايه العادي كوليوريا كوليديبسيا مريض الديكي ايه عنده ديارية كوليوريا كوليديبسيا طيب ومريض الجاسترون تريكس ثاني واحد بيبقى عنده ديارية بوميتين ديهايدراشن والمريض الثالث رينال جيوبيلر أسيدوزيز ديبقى عنده ايه ده؟ بوليوريا بوليديبسيا ديهايدراشن فاليهايدراشن 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 لانه أكيوت ولا كرونيك؟ ده كرونيك ده كرونيك بقى تسرايب أحد من الراوند الأولاني جالوا حالة تسرايب؟ ده كرونيك ده كرونيك ده كرونيك ده كرونيك المسكرية يحصلوا سيطووش ومن المسكين قام بمسكين أمام? فيوم الملكربي الكمبنساتور تينزل في اليوريس فلما ينزل في اليوريس يزود الكلوريز في أحصد نورمال أنيين جافت حسناً، ما هي تحقيقات؟ يحصل، السبب؟ زيادة الأشياء حسناً، حسناً، حتى عندما تحقيق الباكارب، سيبقى لصفك، الأصل الطبيعية الموجودة في الجسم، لا تجد بفرار جميعاً، يقوم بحقاً... والإن الأفكار، موقفة كثيرة جميلة حسناً، طبعاً موقفة كثيرة؟ شكراً، إنها تتعمل، أتعرف موقفة بفرارة جميلة، بشكل موقفة أقوم بالاستدفاء، ستكون جميعاً أمضاء كثيرة، صح? وان كان ممكن اكيد لما هينزف في اليوري او هينزف في اسكو. يا شباب. ايه الانبستيجيشن ستعت حالة ميتابوليك اسيلوزز. اه رقم واحد. رقم واحد. لو جينا نعمل ارتيرة. بحفين ارتيرة بلا جاسب تسحب من ايه? من الارتريج كويس. من اين الارتريز الاتر? في الكبار في الريديل. ممكن عندنا في الاطفال ساعات بنسحب. ساعات دول اكتر ثلاث اماكن فعلا بنسحب منهم ارتيرة بلا جاسب. وبيبقى السرنجة بربندكلة. واول ما بتحط ابرة. على فكرة من اصعب الموجودة هي انك تحاول تشك ارتيرة. لان الارتيريا اللي هو في ناب. وبالتالي السحب عينة من الارتري. طيب ما علينا. عملنا ارتيريا بلا جاسب. هنلاقي البي اتش مالها. قليلة. والبيكاربونات قليل. بينما السيو توب قليل عشان يقولنا. يجي الحاجة مهمة بقى. اصح صبور. دلوقتي انا عندي حالة اسيدوزز. اذا الهايدروجين ايل لو جينا نرسم كده. ادي البلوت بيزل وهدي الخليل. انا بقى هيتكرر كتير الحصة ديوت جاية ان شاء الله. ان لو انا عندي. اصبح لكم ايه. لو انا عندي واحد عنده. الهايدروجين اين. بصوا يا شباب هتلاوع مكتوب عندكم حاجة اسمها الكترو لايتس. مكتوبة تحت. تمام? ايه اللي بيحسن? بيحسنها هنا. في حالات الميتابوليك اسيدوزز. حالات الميتابوليك اسيدوزز. مش هو بيبقى عندنا هنا. الهايدروجين اين كتير. تمام? فدايما في حالات لما بيبقى فيه اكسس هايدروجين بره. بيبتدي يحصل حاجة اسمها اكسترا سيليلر شيفت ايه? اكتب كده. يعني في الاكسس هايدروجين. يعني في حالات الاسيدوزز. بيحصل اكسترا سيليلر شيفت اوف كوتاسيوم. وبالتالي فينا ترانسبورتر بيساعد على كده. وبالتالي بيجي سؤال كتير في الامسيك يقول لك الكتابوليك اسيدوزز. الكوتاسيوم بيحصل له هايد. بيزيد هايبركاليني. والتي انتم عارفينه. البطنة يمكن. لما انا بذي لعيان انسولين. او بحاول صلح الاسيدوزز. ويبتدي الهايدروجين يحاول يدخل جوه الخليجة. ياخد مع مين? احفظها كده. ان الهايدروجين والبوتاسيوم مع بعض ده. خلاص? يعني ما يبقى فيه هايدروجين. كما مع بوتاسيوم ما تنسهاش. دخل الهايدروجين جوه. هيدخل وراء البوتاسيوم. خرج الهايدروجين او الهايدروجين موجود بره. بيروح له البوتاسيوم. احفظها بالشكل. طيب. طيب. حد ما ناخد الكلام ده في البوتاسيوم بالتفصيل ان شاء الله. العلاج. زي تعالج حالة متابوليك اسيدوزز. بصوا شفا. الميتابوليك اسيدوزز زي ما انت لسه عارف ان البيكارب بيقل. يبقى كان منطقي ان انا ندل عيان صوديوم اين? بيكاربوليك. بس السؤال. هل فعلا كل حالات متابوليك اسيدوزز بتتصلح بصوديوم بيكارب؟ الاجابة لك. وعشان كده احنا كذبين لك رقم واحد. ده جاء سؤال برضو نظري قبل كده. تريتمين في متابوليك اسيدوزز. لازم تبدأ بالتريتمين في الكوز. زي. انا قلت لك كم حالة من شوية? كم حالة في الكوز? تلاميك؟ redeكي اي. طب ديكي اي هييتعالج ازئي? الاسيدوزز في الدكي ايي负ح حصل نتيجة نقص الانسولين. اذا ال điكي اي اصلاح الاسيدوزز بيقى عن طريق الانسولين. portبالتقولي طب الفلوود. لان الفلوود هتصلح الديهيدريشن في الأساس. لكن اللي هيصلح الاسيدوزز هو الانسوليد. كيف كتب كده؟ ان دي كي اي تصلاح الاسيدوزز بيبقى بالانسولين. بس بيبقى انسولين ليس صبكوتينيس. برقم اتنانة. الجسترونترايتس والديهايدريشن. هصلاحه ازاي? انترابينس فلويد. يبقى الاولانية انسولين انفيوجن. الثانية فلويد انفيوجن. والثالثة الارتي ايه. بلاش تكتب الارتي ايه. خلينا نتكلم على ارينا الفيلير. تمام. ارينا الفيلير بيبقى على جو دياليس. بيبقى مش حل انك ساعات انك تدي سوديون بيكارب. ساعات تدي سوديون بيكارب مرة واثنين وثلاثة. يبقى في الاخر بتضطر تعمل ايه؟ ثالث. رقم اثنين. جيسو قال بقى ام سي كيو قبل كده. انت تدي سوديون بيكارب في حالة متابوليك اسيدودت بصفة عامة. لو البي اتش قلت عن سبعة واحد. والبي كاربونايت قال عن تمانية. الرقمين دول مهمين جدا. اعلم عليهم انتبع عليهم ام سي كيو. عشان ادي سوديون بيكارب لمريض. لابد ان يكون البي اتش قال لي من سبعة واحد. والبي كارب قال لي من تمانية. الحاجة التانية. انظروا كده. لو انا زيت لعيان سوديون بيكاربونايت. اذا معرض. هو اصلا انا بدي سوديون بيكاربونايت. عشان عنده متابوليك اسيدوز. طب انا بدي سوديون. اذا العيانين دول معرضين للهايبر ماتريد. ودي مشكلة تانية. يبقى عينين الميتابوليك اسيدوز. اللي ما عندهمش مشكلة في السوديون. كتير بيجي لهم هايبر ماتريد. مش كده وبس. بصوا كده. لو انا قلت. ادي البي كاربونايت. خلاص? اللي انا هدي. ودي هايدرو. لما بيتحدوا مع بعض بيدوك ايه? بيدوك اتش تو او ايه? و سي او تو. فيقولوا انك لما بتصلح الميتابوليك اسيدوز بيكاربونايت. الطفل معرض لزيادة سي او تو. عشان كده. يقولوا حضرتك. لما تقي طفل عنده نومونيا وميتابوليك اسيدوز اي سبق? يعني هو في الاساس عنده نومونيا. تمام? بس برضو عنده يقولوا ميتابوليك اسيدوز. مشكلة النومونيا. ان الجازكس تشينج. قليل؟ ده صح ولا مش صح. لا مش صح. لان انا لو عندي حالة نومونيا. انا مش عايز ازود مين؟ عشان كده يقول لك. لو عندك اكتب. لو عندك حالة نومونيا. وجالها متابوليك اسيدوزيس ما تدهاش سوديون بايكار لان السي قوتو هي ايه? هيعلم. طب بدي مكانه ايه? اللي موجود تحت بقى عندك. اسمه ثام. ده اختصار? تراي امين. مش كده? اه. هيدروكسي ميثاين امينوميثام. مش مهم الاسم الكبير. المهمة تحفظه ثام حتى على الال. بيعمل ايه ثام بقى? بيعمل ايه? بيقدر يقلل. مين? بيقدر يقلل الهايدروجين او بيكتحد مع الهايدروجين. من غير ما يزود السي قوتو ليبت. فاكتب كده. الثام ده يناسب حالات النومونيا او حالات الريسبايراتوري بروبلن او البورجازيكس انشينج مع الميتابوليك اسيدوزي. ثم اخر حاجة لو العيان ريفراكتوري. لو العيان ريفراكتوري يعني لو انا حاولت اصلح الكلام بسوديون بايكارب والعيان ما تحسنش اعمله بارس. يبقى اللي انا قلته انا خلصت. اللي انا قلته من اول الحصة. خليك معايا بس عشان نراجع. المذكرة دي. المذكرة دي. انا قلت لك بخمساشر درجة وعدد وعدد وراءها مش كتير. فانا رأيي اللي مذاكرش اطفال من اول السنة. معليش احنا يعني بنستسمحوا ان يبدأ يذاكر. هو وراء مش كتير. انا قلت من الاول. قلت لك ان الطفل غير القضل في ايه? وزنه. وده بتحسبه يا بالسنة يا بروزوتين. بيحتلف في الايروي بتتقفل. سهلة عشان دماغه كبيرة. لسانه كبير. رقبته قصيرة. تركيه قصيرة. الماوس كومبريسابل. والتيس لوز. كمام كده. وديسنافس من مناخه. وقلت انه عشان يحسن البكتير. عشان يحسن الفنتيليشن. فهو بيغير مين? مايعرفش يغير التايد الفوليوم. بيغير اسفيراتوري ريت. عشان. يا جماعة الناس عايزة تسمع. عشان يغير الكارديك اوتوت. مش عارف يأثر على السطوليك فبيزود الهارت ريت. لما بيكبر السطوليك بلد بريشر. والمعادلة بتاعتنا اللي هي ايه باتنين زائد سبعين. الطفل بيخاف وما بتعرفش تتعامل معاه. ثم قلنا الميتابوليك اسيدوزوس. وقلنا ان انا عايز ا يحافظ على النورمال بيتش. تو أورجنز بيحافظوا على البيتش.